دائما يشاركنا فعليتنا ونحن نحتفل معه اليوم بدواوينه الجديدة متمنين له المزيد من النجاحات ولدينا تعبير بسيط عن بالغ امتناننا واحترامنا وقد وعد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله تهادوا تحابوا فلتقبل قليلنا شعرنا الفاضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي عودنا دائما على احتضاء المراهب وعلى الاخذ بيدي النشف من هذا الجيل من اجل النحوض والانتقاط في الجيل الصعب بالعلم وبالكلمة وبالتعبير واحتمال هذا الصدق الاباقي بشتى صنوف من ابداع من اجل الظنوف بهذا المجتمع الذي هو نواك دولتنا الحبيبة مصر وبالتالي هو ربي بكل الشعب المصري والهم المصرية والنهوض منها كان ابوتي ان يكون معنا اليوم فضيلة عن الشيخ محمد عبد القادم المرب القادم الذي تعلمنا على يدي ولكن نتمنى له السلامة ونتمنى له ان يبتاز عزيز وحكة صدية ويحضوني في هذا المقام ايضا ان يكون معنا اهل وصديقا مفتقدته كثيرا واعتزني كثيرا هو صديق مسيرا طويلا سهبنا معا وتعبنا معا من اجل او منهض او من اجل ارن نلقي بحجر في المياه الراكلة بالثقافة والعلم والأذب والفلوم وشكة فلوم الابتاع والثقافة كان ابوتي ان يكون حاضر المعنى اليوم ولكن ياخدونه كثيرا انه اخي وصبيب وزريني وابني المهندس حمالي شحات الذي اعقدت به كثيرا ولكن لقول المسافة لطعمتي فهو موجود في القاهرة الان ولكن هو حاضر قائع من دينانا الان فمنا له من هذا الصرف ومن هذا النقام شكرا جزيلا اقول شكرا جزيلا لجميع زادة فاريوين على هلصة ونتمنع لهم دوام التوفيق والوضيح شكرا جزيلا والسلام عليكم